حرب قديمة متجددة يخوضها الفلسطينيون بأيديهم العزلاء من السلاح حفاظاً على ما تبقى من أرضهم في مواجهة عدو صهيوني تسانده القوى العالمية الكبرى بهدف محو الهوية والتاريخ عن هذه الأرض المقدسة الخان الأحمر قصة قرية فلسطينية احتلت سنة 67 وتسعمائة وألف تقع على الطريق الواصل بين مدينة القدس ومدينة أريحة بالقرب من مستوطنتين كبيرتين في الضفة الغربية وهي كذلك تربط شمال الضفة بجنوبها ومن هنا اكتسبت القرية أهميتها الاستراتيجية وبرغم أن عدد سكانها لم يبلغ المائتين بينهم نحو 95 طفلا وبرغم أنهم يعيشون في الخيام والأكواخ لأن الاحتلال بنع البناء الأسمنتي في المنطقة إلا أن كيان الاحتلال الصهيوني يرى فيهم خطراً يتهدد فأصدر قراراً بهدم القرية وترحيل سكانها ليستكمل سيطرته على محيط القدس المحتلة سعياً منه لإغلاق ملفها في أي مفاوضات قادمة وليصبح الحلم بإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أكثر صعوبة بعد أن تكون الضفة الغربية قد انشطرت إلى نصفين بعد إزالة الخان الأحمر نحن هنا من عشرات السنين قبل الاحتلال وإقامة المستوطنات يقول أحد سكان الخان الأحمر مؤكداً رفضه أي ترحيل ومشدداً بالقول لا نريد لأبنائنا نكبة جديدة غير أن الرياح في العالم العربي كثيراً ما تأتي بغير ما تشتهي سفن الشعوب فجرفات الصهاينة عازمة على إزالة القرية رغم الاحتجاجات التي ووجهت بالقمع والاعتقالات والموقف الرسمي العربي لا يزال باهتاً وغير مؤثر على الرغم من بعض المواقف الدولية الداعمة لسكان الخان الأحمر والتي ترى فيما يفعله الاحتلال تطهيراً عرقياً ليبدو الموقف الدولي ربما أقوى من نظيره العربي ما يطرح التساؤل بشأن مدى التزام النظام الرسمي العربي بالدفاع عن قضية العرب المركزية في ظل الحديث عن صفقات مشبوهة لتصفيتها